بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 24 لمجلس الوزراء بتأريخ اليوم الموافق 11 حزيران عام 2023 اقراروا توصيات الاجتماع المشترك بشأن موضوع دراسة استحداث الجامعات المنعقد في مكتب رئيس مجلس الوزراء بتأريخ 29 خمسة عام 2023 بحسب الآتي واحد الموافقة على التوصيات المبينة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بالعدد تأميم 3 إلى 1934 المؤرخ في 3 خمسة 2023 لتكون إجراءات واستحداث الجامعات الأهلية بموجب الدراسة المقدمة بحسب الآتي أليف أقرار الدراسة على صعيد التعليم الجامع الأولي الحكومي والأهلي باء يكون استحداث الجامعات الأهلية مشروطا بالتوأمة مع جامعات أجنبية رصينة مدرج بدليل الإبتعاث على مستوى البرامج والمناهج في المحافظات كافة أو استحداث فرع عن جامعة أجنبية رصينة مدرج بدليل الإبتعاث وبموجب المعايير المعتمدة وشروط وضوابط الوزارة على أن يكون تنفيذ التوأمة المطلوبة من الجامعات التي تقدم طلبات الاستحداث بموجبها خلال مدة لا تتجاوز سنتين وبخلافه يتم تعليق القبول في الكلية أو القسم ضمن الجامعة الذي لا يحقق ذلك جيم يكون اختيار المواقع والتخصصات الخاصة بالجامعات الحكومية والأهلية وفقا لرؤية وزارتي التعليم العالي والتخطيط دال تتولى الوزارات وجهات ذات العلاقة كافة توفير الأراضي والتخصصات اللازمة فيما يخص الجامعات الحكومية اثنيا اعتماد الإجراءات التي ستتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال اللجنة الوزارية العليا المؤلفة بموجب الأمر الوزاري 536 في 16-5 عام 2023 التي تتولى الإشرافة على استحداث الجامعات والكليات الأهلية وتأليف لجان الكشف الميداني لتدقيق واقع حال المتطلبات المادية والبشرية وتدقيق محاضر لجان الطاقة الاستيعابية والمصادقة عليها ثلاثة تعديل قانون التعليم الجامع الأهلي رقم 25 لسنة 2016 للحد من نقاط الضعف وعدم الوضوح والتداخل في بعض مواده وبنوده ومنها تحديد العلاقة مع المستثمر أو المالك للأراضي والأبنية والموارد والموارد بأن تكون لإدارة الجانب المالي والمادي فقط وعدم التدخل في الجانب العلمي والأكاديمي بتاتاً وتحديد ذلك بشكل واضح وبخلافه يتم تعليق القبول في الكلية أو الجامعة قرار واحد تقدم طلبات تأسيس الشركات الناشئة من خلال مجموعة من المهندسين إضافة إلى محاسب مالي وقانوني إلى دائرة تسجيل الشركات التابعة إلى وزارة التجارة استناداً إلى أحكام المواد 17 إلى 22 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والمادة ثمانية أولاً من تعليمات تشكيلات وزارة التجارة ومهامها رقم 2 لسنة 2014 ثنياً تقدم الوزارة أو المحافظة الدعم الفني للشركات الناشئة من خلال مهندس مختص يشرف ويساعد الشباب إثناء عملهم ولمدة سنتين على أن تكون إعارة الموظف إلى خارج ملاك الجهة الحكومية بموافقة تحريرية منه وبقرار من مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 على أن تتحمل الجهة المستعيرة راتبه استناداً إلى أحكام الفقر خمسة من تعليمات الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1960 ثلاثة عد الرسوم كافة رسوم تسجيل ورأس مال وغيرها للشركات الناشئة ديناً حكومياً يتم التنازل عنه أصولياً على وفق المادة 46 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 أربعة منح الشركة الناشئة أعمال المقاولات لغاية مليار دينار بدون مناقصة بمعدل عمل واحد كل ستة أشهر استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وتعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء رقم 1 لسنة 2015 على أن تتم مراقبة أدائها ومساعدتها خمسة يستمر دعم الشركات الناشئة لمدة سنتين ستة تؤسس في كل محافظة شركة واحدة ناشئة على سبيل التجربة عدى العاصمة بغداد أربع شركات وشركتان في محافظة البصرة وشركتان في نينوى وقضاء سنجار شكراً